استكمالا للوحدة الثانية من مقرر محزم التكاليف وإدارية واحد تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والأرباح تحليل الربحية تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والأرباح سبق أن قلنا هي الحالة التي عندها المنشاة تحقق ربح أو خسارة أو صفر أي أن تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والأرباح هي أعم وأشمل من تحليل التعادل السابق دراسته في القسم السابق والأغراض تحليل الربحية في هذه العلاقة نبحث عن حجم المبعات الذي يغطي كل من في تحليل بقى الربحية سنبحث عن حجم المبعات الذي يغطي كل من التكاليف المطائرة التكاليف الثابتة ربح مستهدف مع دراسة هل هذا الربح قبل الضريبة أم بعد الضريبة يبقى لما كنا في تحليل التعادل السابق كنا يدوبك بنشوف الإرادات التي تغطي التكاليف المطائرة والثابتة فقط اللي عندها يكون الربح صفر المراضي في تحليل الربحية عايزين نشوف الإرادات اللي هتغطي كل التكاليف المطائرة وتغطي كل التكاليف السابتة ويبقى ربح مستهدف عايزين مغطين وندرس هذا الربح هو قبل الضريبة ولا بعد الضريبة في تحليل علاقة بين التكلفة والحجم والأرباح تحليل الربحية في علاقات رياضية بالشكل التالي في الحالة الأولى إذا كان الربح المستهدف في صورة رقم ربح قبل الضريبة لو معطى في صورة رقم ربح قبل الضريبة العلاقة الرياضية اللي عايزين نطلع بها حجم المبيعات اللي بيحقق هذا الرقم من الربح قبل الضريبة بالشكل التالي حجم المبيعات الذي يحقق ربح كازريال يعني مبلغ معين مبلغ معين بيكون معطى في التمرين بيكون عبارة عن التكاليف الضريبة زائد الربح المستهدف اللي عايزين نحققه على هامش المساهمة للوحدة الحالة التانية إذا كان الربح في صورة رقم بعد الضريبة للحالة التانية الرقم بعد الضريبة يبدي منتوقفها على المعطيات اللي لكون موجودة في التمرين لو بعد الضريبة العلاقة الرياضية تكون كالآتي كمية المبيعات المستهدفة في الحالة دي هتكون عبارة عن التكاليف الثابتة زائد الربح المستهدف بعد الضريبة مقسومة على واحد ناقص معدل الضريبة كل الده البسط مقسومة على هامش المساهمة للوحدة الحالة الثالثة إذا كان الربح المستهدف في صورة نسبة مقوية من إرادة المبيعات يبقى المراتين اللي فاتوا كان الرقم الربح الربح كان الرقم المرات الربح في صورة نسبة مقوية يبقى العلاقة الرياضية اللي تصلح في هذه الحالة هيكون قيمة المبيعات التي تحقق ربح نسبته كذا في المية يقول لي بقى عشرة في المية عشرين في المية تلاتين في المية حسب المعطيات هيساوي التكاليف الثابتة في البسط مقسومة على نسبة هامش المساهمة وتعرفنا عليها في السابق كيف تحسب ناقص نسبة الربح المستهدف اللي هو بيكون معطى اللي هو هيكون معطى ثم النتيجة اللي هتطلع دي اسمها قيمة المبيعات ثم تقسم قيمة المبيعات اللي احنا طلعناها دي قيمة المبيعات التيت تحقق ربها كذا في المية على سعرابيع الوحدة هيسامها على سعرابيع الوحدة للوصول الى الكمية لان اللي طلع من القانون طلعما بنقسم على نسب لازم يطلع القيمة بالريالات فلوس عايزة جيبها بالوحدات بالكمية يبقى اللي يطلع ده أقسمه على سعر بيع الواحد